فخر الوطن كيف ترى روح الالتفاف بين القيادة والشعب في هذا الموقف الذي أصاب دولة الإمارات بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليها فضل الصلاة وفضل التسليم الحمد لله رب العالمين ليس بغريب ونحن أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن من نشأنا وتراعنا على يد الوالد المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وأخوه الشيخ راشد بن سعيد المكتوم وأخوانهم أعضاء المجلس العلا لحكام الإمارات واليوم يكمل المسيرة قائدنا ووالدنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظ أخو الله رئيس الدولة وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نعم رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخوانهم أعضاء المجلس العلا حكام الإمارات وأولياء العهود كل ما شاهدناه في هذه الأيام ليس بغريب والجهد الجبار الذي بدل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وأخي سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان وأخوانهم ليس بغريب عليهم لأننا نحن انشأنا وترعرعنا على أرض وتراب هذه الدولة الطيبة بهذا التلاحم الأسري نحن لسنا بمجتمع دولة فقط نحن أسرة دولة نحن الحاكم والمحكوم جنبا إلى جنب يدا واحدة كلمة المواطن المواطن مسموعة عند ولي الأمر وولي الأمر كلماته ونصائحه وتوجيهاته مسموعة من المواطن لله الحمد نحن شعب واحد وأم واحدة وتحت سقف دولة واحدة وتحت عالم واحد وتحت قائد واحد نحن لا نساوم لولائنا لدولة الإمارات العربية المتحدة قد نتناقش وقد نختلف في نقاش ما ولكن لا يجوز النقاش في موضوع الولاء لدولة الإمارات العربية المتحدة ولهذا نحن ولله الحمد في نعمة هذه نعمة من نعم رب العالمين التي سبانا بها بأن نكون مواطنين وقادة وحكام يدا واحدة في ظل قيادة الحكيمة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد قال نهيان حفظه الله ورحا الله يحفظه ويطوله بعمرة سعاد اللواء لو نتحدث بما أنك أنت أحد منتسبي وزارة الداخلية وفي الميدان العسكري يمكن نحن كلنا نتكلم عن شهداء الوطن شهداء الحق والواجب ولكن كونك أنت في هذا الميدان لو تخبرنا عن مشاعر جنود دولة الإمارات كونك أنت أيضا من منتسبي وأحد أعضاء وزارة الداخلية نتكلم عن هذه المشاعر لجنودنا البواس الموجودين أيضا في اليمن الله يبارد فيك جميع مشاعر المواطنين سواء عسكريين أو مدنيين في الحقيقة كلهم جنود ولله الحمد نحن اليوم شعورنا وإحساسنا غير طبيعي على مستوى الدولة وحتى على مستوى الوطن العربي اليوم مشاعر المواطنين في الوطن العربي يسألون أنفسهم ما هذا الولاء والانسجام والتآخي والتلاحم والترابط في أسرة دولة الإمارات العربية المتحدة الناس مستغربة لكن في الحقيقة نحن اللي عشنا وعايشين ولله الحمد هذا ليس بغريب علينا نحن اليوم مثل ما تفضلنا وقلنا في السابق الله الحمد نحن في نعمة المشاعر اللي نشعر بها نحن نحن خلينا أرجع وقول الشهداء اللي استشهدوا في سبيل الله في المعركة هذين ذهبوا لإحقاق الحق لردع الغاشم للوقوف أمام العدو لإعادة الشرعية في دولة عربية مجاورة نحن اليوم هذين شهدائنا هذه الانتقاهم رب العالمين نقوة لينالوا لينالوا الشهادة وهؤلاء لآلة سوف تظل لآلة مطوقة أعناقنا نحن جميعنا مواطني دولة الإمارات نحن ما نقدر نساوم عليهم ولا نقدر نقول شو سوى هذه الأبطال أبطال أبناء أبطال أسرهم الي اليوم لما تصير خيم العزاء لا يقبلون بالعزاء وإنما يتفاخرون بابنهم الشهيد نحن اليوم ولله الحمد بدأنا نتلمس ونتيقن ونؤكد للجميع على مستوى العالم بأننا لسنا بشعب واحد نحن واحد ولله الحمد نحن لا فرق بينا ويعني مشاعر شيء غير طبيعي مشاعر خيمة الشهيد يعني الشعور التي ينتبه الشخص فيها غير عن خيام العزاء نهائيا ما تتلمسه من أولياء الأمر من والد الشهيد أو من آخر الشهيد كأنك أنت ليس بعزاء يتفاخر ويفتخر ويتحدث بأنه سوف يقدم جميع أبناءه هو سيذهب وهو سيذهب نحن شو قدمنا طال عمرج نحن اليوم شو قدمنا للوطن نحن نخجل أن نكون نحن عملنا وقدمنا أنا محمد المري قدمت أنا لم أقدم شيئا للوطن نحن نعمل لرد ونعيدها ونكررها جزء بسيط مما قدمه لنا وطننا الغالي جزء بسيط مما زرعه لنا المرحوم الشيخ زايد نحن اليوم في ظل شجرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحن ولله الحمد نعيش بكرامة والكرامة هذه شيء مهم في حياة الإنسان نحن نعيش بعزة نحن والله الحمد مثل ما قلنا نحن في نعمة وليوم الشهيد جزء لا يتجزأ مننا نحن ونحن كل مننا يتمنى الشهادة سعادة اللوة والله الحمد نحن اليوم عايشين في مجتمع منفتح أيضا التواصل الاجتماعي وقنوات التواصل الاجتماعي دارت فيه الكثير من المبادرات الإيجابية ولكن هناك بعض الأمور المتسوسة في بعض الرسائل نحن كمجتمع وكخط دفاع أيضا للأخوة المرابطين في اليمن ما هو دورنا؟ شو اللي يجب علينا أن نفعله لحماية هذه الأمور؟ الحمد لله ربما أنا بشر قطال أمرك الحملات التوعوية والرسائل وغير ذلك وما شابه ووسائل الإعلام على مستوى الدولة يعني بدأت تثمر وبدأ المواطن وحتى المقيم على أرض دولة الإمارات يتلمس بأن هناك خطين خط أخضر وخط أحمر الخط الأخضر هو وسائل الإعلام الرسمية التي تلقى منها الخبر والخط الأحمر هذه وسائل سواء الاجتماعية بشتى أنواعها من مسجات من انستغرام من واتساب وغير ذلك اليوم الإنسان يجب عليه أن يتأكد ولكن ولله الحمد بدت هناك رسائل إيجابية ولكن يجب على الإنسان أن يتيقن ويقرأ ويستمع الموضوع مرة ومرتين وثلاث حتى يتيقن بأن هذه الرسالة ناصعة واضحة هدفها إيجابي ليس الهدف السلبي وأعتقد لله الحمد ونحن نحذر شبابنا وبناتنا جميعهم عندما تصلها الرسالة يجب علي أن يقرأتها ويتأمل في قراءتها ويتأمل في الاستماع إليها لأنها قد تكون نقطة على حرف أو تحت حرف تغير معنى رسالة كاملة صحيح ولله الحمد شبابنا متعلمين ومتيقنين وجميعهم فداء لهذا الوطن ولا يقبلون بنقل الأخبار الغير سارة والأخبار المغرضة لله الحمد هناك أيضا قانون بدأت تسنموات قانونية يعاقب عليها القانون لحنا لا نتمنى أن نصل إلى مخالفات وقانون وقضاء نحن نتمنى أن الشاب والشاب وكل مقيم وكل مواطن على الأرض والأمارات أن يتيقن حتى الرسائل الإعلامية من التلفزيونات الأخرى نحن لا نعلم القنوات اليوم القنوات الفضائية بالمئات صحيح أنا علي بقناة فضائية وشاهدة ومعتمد عليها أنا خلال حياتي اليومية قانواتنا المحلية صحيح ويتمنى من الجميع إن شاء الله أنهم يعني يلتزمون في موضوع الرسائل إن شاء الله بذن الله سعاد الله لنتكلم عن حملة عونك يا يمن ودور طبعا قطاعكم في الجنسية والإقامة في هذه الحملة الإنسانية رائدة الله يبارد فيك دولة الإمارات ولله الحمد لم تقتصر على عونك يا يمن بالفعل يعني نحن على أيام المرحوم الشيخ زايد رحمة الله عليه الله يرحم سدمار والبنية التحتية وكل ما هو فعل خير في جميع الدول الدول البعيدة قبل القريب الدول الأجنبية قبل العربية الدول الإسلامية والله الحمد نحن دولة خير دولة بركة دولة أنعم الله بها بنعم بناس طيبين أخيار بقادة ولله الحمد قلوبهم ناصعة البياض أيديهم بيضاء يتمنون الخير للآخرين أكثر ما يتمنونه لهم يعني اليوم خير دولة الإمارات على مستوى العالم وعونك يا يمن جزء لا يتجزأ من هذه الإعانات ولله الحمد نحن اليوم عنا مثل ما تفضل الشيخ حمد الحداد قوله شيء يتكلم عن الهلال الأحمر أيضا أنا ما بضيف على الدكتور ولكن بضيف موضوع المدينة العالمية لخدمات الإنسانية مقارها دبي اليوم أغلب المعونات اللي تطلع حول العالم لدول متضررة تطلع من دولة الإمارات العربية المتحدة من دبي وأسرع مكان تنقل فيه المواد الإغاثية إلى المطار إلى طائرات الشحن هو أيضا مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ولله الحمد نحن دولتنا ما قصرت و لا بتقسر و الذي نحن فيه هذا شيء لن يعيقنا و لن يوقف طموحنا و نحن سوف نعمل و نعمل و نعمل و نعمل إن شاء الله لرفعت هذا الوطن الغالي سعادة اللوة صدد هذا الموضوع أيضا و العمل الإنساني نرى أن الأبناء أبناء الإمارات في عدن أمس كان معنا الأخ علي بن شميل من اليمن و يشرفون شخصيا على توزيع المؤن و توزيع الأموان للأسر المحتاجة و بناء المدارس و عادة الأعمار أن أبن الإمارات يكون متواجد بنفسه و يصل هذه المعونات بنفسه بشكل مباشر من ييده ليد المحتاج شو تقيمه و شو تقول عنه طال عمرك دائما نحن مثل ما تكلمنا أنت اليوم تتبع قيادتك و قيادتنا قيادة حكيمة قيادة تؤمن بعمل الخير فأنت متى ما أتمنت بعمل الخير فيجب عليك أنك تقوم به بنفسك أخواننا و أبنائنا و زملائنا يقومون بذلك للإطمئنان بأنفسهم لوصول هذه المعونة ليد من هو طلب إعانتها الإعانة هذه بنظام و بعدين خبرتهم لديهم خبرات ما شاء الله يعني جماعة الهلال الأحمر خبراتهم في توزيع المعونات و وصلوا أماكن أكثر مشقة و ما فيها وسائل نقل ما فيها يعني وصول المواد الغذائية الغذائية جدا صعب فيها كثير من الأماكن و كثير ما تعرضوا لمواقف خطرة أيضا و لكنهم لن يتوقفوا و لن و لن يرجعوا في خطهم سوف يكملون المشوار و هم بالفعل و لهذا نحن في دولة الإمارات الكل في موقعه يالس يقوم بواجبة الكل جنود جنودا و مجندات إن شاء الله الله يجزيكم خير خلينا نتكلم عن زيارتكم لمجالس العزاء بالإضافة لرسالة أتوجهها لأبطالنا جنودنا جنود قوات المسلحة الموجودين حاليا في اللي ما نبتدي من زيارتكم لخيم العزاء و الأجواء يمكن تذكرت لنا في بداية حديثك عن أن الأجواء في خيم العزاء ما كانت أجواء عزاء كانت أجواء من اللحمة الوطنية و من الافتخار اللي كان منتشر في معظم هذه الخيم خلينا نتكلم عن هذه الأجواء أنا أمرت موضوع اليوم الواحد نحن ما سوينا شيء الله بارتيج اللي سووا شيوخنا الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه والشيخ محمد بن زايد الله يحفظه و أخوانهم و أولياء العهود و أخوان يعني هذين الصراحة اللي سووا ما يستوي نحن ما روم نسوي ربعة الله يطول بعمارهم الله يحفظهم علي جازيهم ألف خير يعني هم بالفعل هم الطاقة هم المزودنا نحن بالطاقة و هم المحفزين لنا نحن بالقيام بأمور مثل هذه و لله الحمد يعني منهم من الشيوخنا اليوم ما سروا عزاء منهم من أعضاء كلهم لله الحمد يعني البارح الشيخ سيف كان في المنطقة الشرقية سيف بن زايد نعم الله يبارك فيه و رغم هذا يتابع شخصيا و يرجع يسأل و يوصل يعني يعني أنا أقول نحن في نعمة و هذه النعمة الحمد لله رب العالمين تحتاج حمد و شكر قادة نخبة من هذا من هذه بهذه المواصفات لن يجد لن يجد على العالم لن يكرر هذا الزمن نحن 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 لله الحمد نتمنى لهم الصحة و نتمنى لهم العافي و نتمنى لهم طول العمر آمين و إن شاء الله دولة الإمارات سوف تستمر و نحن كلنا ثقة في قيادتنا ما في مجال للشك بأن قيادتنا حكيمة و هذه الحكمة من الله سبحانه و تعالى و لله الحمد حكماء في اتخاذ القرار حكماء في معالجة أي إشكاليات حكماء نحن اليوم لو لا هذه القيادة نحن ما ندري نحوين صارت دولة الإمارات دولة الإمارات دولة كانت ناشئة و لكنها اليوم تغف في وسط دول العالم علمها خفاق حاليا في مقدمة دول العالم و لله الحمد شبابنا اللي في التدريب اللي في اليمن اللي بجميع وظائفهم الحكومية سواء مدنيهم كما تفضلنا أو العسكرية و قواتنا في 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 الخارج اللي هم يذودون عن حدودنا هذيلا بالفعل أبطال و قلت عنهم أنا هذيلا لآلة هذيلا هم لآلة و أبطالنا اللي نحن نفتخربهم دائما و أبدا سوف نفتخربهم و نحن و و و و و و و و و هذا أثبتنا نحن صلابة صلابة الترابط و أصالة الرجال الموجودين و حتى شاباتنا اللي موجودات في 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 الجيش أو حتى في جميع الأماكن الأخرى و و الأمهات اليوم نحن تفاعل الأمهات غير طبيعي تفاعل الأمهات غير طبيعي يعني الأم لما تتكلم اليوم اللي بتبرع بالدم اللي تبعى تصير تشارك مع القوات اللي تبعى تصير تزور المرضى اللي يسون مجموعات أمهات قاما بعمل مجموعات لتقديم العزاء واجب العزاء اليوم يعني نحن لو بنتكلم من اليوم لين عرب نحن ما بنغطي لأن نحن بالفعل في دولة الحمد لله رب العالمين متماسكة قوية متلاحمة بفضل الله سبحانه وتعالى ومن ثم قادة يفتخر بهم الشعب صحيح دوما وأبدا إن شاء الله ومن نصره إلا لقريب إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله ساعة لوع محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة الإقامة وشون لجانب دبي نشكر لك على تواجدك معنا والحديث عن هذا الموضوع ونشكر أيضا جميع العاملين في الإدارة لديكم حقيقة تعاونوا مع وسائل الإعلام بشكل كبير في تسهيل أي مهمة يحتاجونها وفي التجاوب معهم بشكل سريع شكرا جزيلا لك إزاكم الله خير وأنا أشكركم وتاحت الوقت هذا الطيب لي وقواكم الله وأنتم مواصلين صحيح نحن نأخذ بنأخذ عنكم فرصة بنمشي لكن أنتو الله يساعدكم والله يوفقكم ويسر أمركم إن شاء الله وإن شاء الله هل نصر من رب العالمين إن شاء الله شكرا لعي بارشيكم أذن الله